سيد ديفيد هانج عندما تطرح أسئلة برلمانية حول السياسة الخارجية العلانية فإن الردود الوزرية كما أشارت سيدة شارلوت أو سيد يحية تميل إلى أن تكون في حدها الأدنى بشكل روتيني إذا صح التعبير في الإجابات وغالبا ما تكون مضللة أو خادعة ألا ينبغي أن تكون السمة الرئيسية للديمقراطية هنا في بريطانيا هي قدرة الشعب على إحداث تأثير أو ممارسة بعض التأثير على سياسات الحكومة ولماذا لا نجد هذا التأثير هنا في بريطانيا من وجهة نظرك وهل الأمر فعلا حينما يتعلق بالمخابرات لا يجب أن يعلموا الشعب حتى وإن كان بعد فترة ما بالنظر إلى الوثائق السرية التي يتم الكشف عنها حتى حينما تنشر للعامة جهة خاصة هنا في بريطانيا تقوم بفلترتها هذا الأمر في مجمله سيء أحيانا يتجاهلون البرلمان تماما وخاصة عندما يتخذون قرارات قصف الحوثيين مع الأمريكيين فمثلا لا يوجد أي عملية تصويت على ذلك ولا ربما نعلم بها إلا بعد حصولها ولم يعطى للبرلمان أي قول إلا في مرة واحدة عندما كان وزير الخارجية الحالي ديفيد كاميرون رئيس الوزراء حينها وكان ذلك يتعلق بالقرار من أجل التدخل العسكري في سوريا وقد خسرت تصويت حين ذاك ويجب أن يكون أعضاء البرلمان الذين يمثلون الشعب يجب أن يكون لهم قول فصل فيما تتخذه الدولة من قرارات من أجل التدخل في الحروب أو إيقافها ولكن هذا الأمر يتم تجاهله في غالب الأحياء وإذا عدنا في التاريخ قررت مثلا حكومة توني بلير أن تدعم الأمريكيين في حربهم على العراق وكانت تلك القضية قضية في غاية الجدلية ولكن لم يصوت الشعب ولم تعطى كل المعلومات للشعب في وقتها والمعلومات التي أعطيت للشعب كانت معلومات خاطئة ومضللة وقد قالوا بأن هناك أسلحة دمار شامل في مكان ما في العراق ولكن لم يعلم الشعب حقيقة الأمر إلا بعد فترة طويلة من حصول الحرب إذن هناك غضب من الرأي العام البريطاني الذي يرفض ويغضب من رؤية الأطفال الذين قتلوا في غزة ولكن الحكومة لا زالت تدعم الحلفاء حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية وتوفر الأسلحة لإسرائيل والدعم السياسي لإسرائيل وتقطع الدعم عن الأونور وهي ذراع إنساني للأمم المتحدة فأوقفت المملكة المتحدة تمويلها ولا أعتقد أن أي منا في الشعب نقبل ونوافق على هذه السياسات التي تفرضها هذه الحكومة علينا فنحن نتعاطف مع الفلسطينيين ونحن لسنا داعمين لحماس ونحن لا نقبل بأن نرى هذا النوع من الأفعال البربرية التي تقوم بها إسرائيل من جانب واحد تستعمل فيها الطائرات للقصف والقتل والدمار والمدنيون الفلسطينيون لا يستطيعون القيام بأي شيء ولا حتى حماية أنفسهم والبقاء والبقاء على قيد الحياة